خبر مهم الحقيقة خلينا أقوله برضو لأنه علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية والوضع العالمي والامدادات طبعا الطاقة والسلع الغذائية والأمح تحديدا لأنه النهاردة ومن شوية بيان مهم جدا جدا خرج من سفراء دول مجموعة السبع الصناعية بيعلنوا في مسندتهم لمصر في مواجهة أزمة الحبوب اللي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وفي البيان طبعا ده من سفراء كندا فرنسا ألمانيا إيطاليا الياباء المملكة المتحدة والمتحدة لاتحاد الأوروبي مجموعة السبع يعني قالوا أن سعر الأمح وصل في الأسواء العالمية لأعلى مستوياته ارتفع بمقدار 160% عن سعر قبل الأزمة ومش بس كده لكن كمان بيقولوا أن كل المؤشرات بتقول أن الوضع هيبقى أصعب أكتر كمان في الفترة اللي جاي فبالتالي قالوا أن إمدادات الحبوب في العالم تعرضت للخطر وأكدوا أن الحل هو انتهاء الحرب وأن طبعا الأمح في أوكرانيا كانوا بيغطي بنسبة 50% والمزارعين في أوكرانيا ممكن ما يقدروش أن هم يزرعوا الأمح في الشتاء اللي جاي فاللي همنا بقى في الموضوع كمان أن البيان بيوضح أن طبعا الأمن الغذائي والتغذية بيعتبر من المنافع العامة وأن في دول بدأتناها تتحرك فعلا زي رومانيا وبولندا لإنقاذ طبعا وتعامل مع هذه الأزمة من خلال نقل الحبوب برا وأشاروا للصفقة الأخيرة اللي حصلت في منقصة الأمح المصري الأسبوع اللي فات يهمنا برضو كمان نقول لحداتكم تأكيد سفراء مجموعة السبع على أنهم أو دولهم وقفة إلى جانب التزامها بدعم مصر خلال هذه الأزمة اللي سببتها الحرب وقالوا نعمل على تعزيز تعاوننا مع مصر لمواجهة هذه الأزمة من خلال زيادة الدعم لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر أو من خلال الأطر الإقليمية زي التحالف العالمي للأمن الغذائي بعثة الصمود في مجال الأغذية والزراع أو دعم الحكومة المصرية من خلال المساعدة السنائية في مرفق الغذاء في الاتحاد الأوروبي والأطر الوطنية وبيقولوا طبعا أن في مشاورات بتتم مع مصر ومع الشركاء الإقليميين الآخرين بخصوص هذه الأزمة أزمة الأمن الغذائي للغذاء العالمي طبعا أزمة مهمة وخطيرة والأمح والحبوب بشكل عام طبعا موقف الاتحاد الأوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي أو الأسفة مجموعة السبع الصناعية اللي أعلنوا دعموهم ووقفهم بجانب مصر أن مصر طبعا هي من أكبر الدول اللي بتستورد الأمح ولما الأمح يزيد بالنسبة دي 160% فأكتر فبالتالي يعني ربنا يسهل يا رب بكل الجهود اللي بتفزل دلوقتي سواء بقى مخزون استراتيجي من الأمح المرسم المحلي للأمح استصلاح الأراضي وزراعة الأمح تحقيق الاكتفاء الزاتي لكن طبعا قرار مهم أو بيان مهم حبيت أختم مع حضراتكم به وبالتأكيد ده هيكون موضع نقاش ونتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله